وظننا أنه بحسب المفهوم اليهودي أنه لا يستطيع أحد أن يفتح العيون إلا المسيح المسيح وهذه واحدة من مزايا من خصائص ومواصفات المسيح أنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يفتح العيون وطبعا فتح العيون لها دلالة روحية دلالة على الخلاصة ستكلم بعد شوي عن هذا الموضوع لكن خلفية هذا الموضوع كان اليهود عدد كبير جدا في أورشاليم وبالذات في منطقة الهيكل وما حول الهيكل وبعدين كان في عيد المزال وإحنا أعرفنا من يسوع أنه في اليوم الأخير وقف يسوع ونادى طبعا إن عطش أحد فليقبل إلي بحسب العيد لازم يسكبوا الماء فهو تكلم أنه هو الماء الحي لكن في يحنى الثمانية عم بيعلن إعلان عظيم جدا قال يسوع أنا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة يكون له نور الحياة طبعا هذا القول مش أي واحد ممكن يتكلم فيه أنا هو ايجو ايمي في اللغة اليونانية تعني أهيى الذي أهيى وهذه الكلمات قيلت عن يهوى في العهد القديم والرب يسوع بيقتبسها على نفسه كما قال أنا هو خبز الحياة في الإصحاح السادس والآية 35 كما قال أنا هو الراعي الصالح دؤوت قال الرب رعية يهوى رعية فقال يسوع أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ثم قال يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا كون شخص يتكلم هذه الأقوال إما أن تكون صحيحة أو أن تكون كاذبة أو أن الشخص مخدوع فإذا يا صح يا غلط كون أقول شيء معين هذا طبعا أي إنسان بحق له أن يتكلم ويحكي أي كلام لكن كيف منعرف نتيجة الكلام بالأفعال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر